سواري لحضراتكم جدول الدوري العام المصري جدول الدوري العام المصري يبدأ في صدارة جدول الترتيب الدوري العام المصري النادي الأهلي في المركز الأول 37 نقطة ثم نادي فيوتشر في المركز الثاني 31 نقطة كل المباريات أو كل الفرق لعبة 15 مباراة المقاولين العرب 30 نقطة المقاولين 27، الزمالك 26، التحاد سكنداري 25 غزل المحلة 25، المصري 20 طيب كفاية لحد هنا ولكن خلينا أقول لحضراتكم من نقطة من الرابع للسابع هي قريبة جدا هافوا طيب إذا طلب الاتحاد الإفريقي لكرة القدم عن الفرق التي ستمثل مصر في البطولات الإفريقية في العام القادة قبل نهاية الدوري ماذا سيحدث أو إيه اللي حيحصل حواري لحضراتكم مش كلامي اللايحة بتقول إيه اللايحة بتقول الباند بيه زي ما حضراتكم شايفين المشاركة الأفريقية للفرق المصرية في حال التحديد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم موعد إرسال أسماء الأندية قبل انتهاء بطولة الدوري العام للقسم الأول يتم اعتماد نتائج مباريات الدوري الأول بالكامل كلام ده يعني إيه؟ يعني هاتلي جدول الدوري طيب لو اتحاد كرة القدم دلوقتي الاتحاد الإفريقي بعت للاتحاد المصري لكرة القدم وقال له في نهاية شهر خمسة زي ما بيحصل دايما والدوري العام المصري لم ما يكونش لسه انتهى إذن اتحاد كرة القدم المصري حياخد الأربع فرق الأوائل بعد نهاية الدوري الأول اللي هم الأهلي وفيوتشر وبيرامدز والمقاولين لغاية دلوقتي طيب الدوري الأول مثلا انتهى النهاردة الأهلي وفيوتشر يروحوا دوري الأبطال وبيرامدز والمقاولين يروحوا الكونفدرالية خلاص لاحة واضحة ولا تستحق الكلام يعني أنا بس حبيت ان انا اوضح لحضراتكم مرة اخرى ايه اللي بيحصل في هذا الامر لانه امر مهم جدا الاندية كلها يعني من الرابع هؤل المقاولين سبعة وعشرين الزمالك ستة وعشرين الاتحاد السكندري خمسة وعشرين غزل المحلة خمسة وعشرين المصري عشرين قول المصري بعيد لكن يعني من أول الرابع المقاولين سبعة عشرين ستة وعشرين مع الزمالك الاتحاد غزل المحلة الاربع فرق دول ممكن يتنافسه على ممكن يخش كله عنده هدف ان هو ينهي الدور الاول في المربع الدهبي بنسبة كبيرة جدا الاهلي خلاص فيوتشر خلاص البيرامدز خلاص الاقرب يعني هو فاضل كم ماتش على الدول الاول اعتقد ثلاث ماتشات مش كده كم ماتش احنا لعبنا خمستاشر جولة ويتبقى ثلاث ماتشات فبالتالي كده كده النادي الاهلي ضمن ان يشارك فيه بطول الدوري ابطال افريقيا فيوتشر لسه بقى بما انه هناك ثلاث ماتشات عموما خلينا ننتظر بس انا حبيت اواري لحضراتكم اللايحة ومين اللي يلعب في البطولات الافريقية في حالة عدم استكمال الدوري او في حالة عدم او طلب الاتحاد الافريقي ان هو ارسال اسماء الفرق قبل نهاية الدوري بنختار اول اربع فرق في نهاية الدور الاول